ترجمة نانسي قنقر وفي كلمة له استهل بها الجلسة أكد حميدان أهمية تضافر الجهود لإنجاح حوار أبو ظبي في إيجاد أرضية ملائمة لتعزيز التعاون بين حكومات الدول الأعضاء المشاركة في المنتدى وتقديم نموذج متقدم لتطوير إدارة تنقل العمالة بين الدول بما يخدم الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة وضمان المصالح المتوازنة والمثمرة للجميع كما استعرض حميدان خلال جلسة العمل المنعقدة حول مستقبل العمل تجربة مملكة البحرين المتميزة في حماية حقوق العمالة الوافدة المؤقتة لافتا إلا أن هذه الفئة العمالية تساهم في تنمية الاقتصاد على مختلف الأصعدة وشريكة في مسارات التنمية مشيرا في هذا السياق إلى إطلاق البحرين العديد من المبادرات لتوفير العمل اللائق وحماية حقوق العمال الوافدة المؤقتة ومن خلال تشريعات وطنية متقدمة تقوم على مبدأ عدم التمييز وضمان المساواة والعدالة في حقوق العمل ولفت سعادة الوزير إلى أن مملكة البحرين أقرت برنامج كامل متكامل لمكافحة الاتجار بالبشر ونفذت عددا من المبادرات والمشاريع في هذا المجال كإنشاء اللجنة الخاصة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء مركز حماية العمال الوافدة إلى جانب اعتماد نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجاري بالبشر الذي يعد الأول على مستوى دول المنطقة وأشار حميدان إلى أن هذه الخطوات الإيجابية جعلت المملكة في مصاف الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلقة بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر في يونيو من العام الجاري وذلك للعام الثاني على التوالي وهي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحتل هذه المرتبة